اشتركوا في القناة جلسة المقبلة تفاصيل الجلسة في سياق التقرير جلسة مجلس النواب كان من المتوقع أن تبدأ في موعدها وتناقش جدول الأعمال الحكومة كانت حاضرة بممثليها لكن لم يكتمل النصاب فرفعت الجلسة للمرة الأولى ليعقد السادة النواب اجتماعا لربما كان ممرا نافدا للاتفاق حول قرار رفع اسعار البنزين والذي انقسمت فيه الآراء بين مؤيد ومعارض الجميع كان يترقم ماذا سيخرج به السادة النواب من خلال هذا الاجتماع وسائل الإعلام ممثل الحكومة كانوا يتساءلون هل سوف يعود السادة النواب للجلسة ليكمل النصاب ويبدأ بمناقشة جدول الأعمال أم أن بعض النواب سيعلن الانسحاب عن جلسة اليومان عقدات جعلنا انتشاور أزب من ساعة مع معالى الرئيس وكننا بنتفق أننا ككتلة واحدة في المجلس ونوصل رسالة للحكومة أن القرارات التي اتخذت يجب أن يكون بالتشاور مع السلطة التشريعية نحن ضد الانسحاب من جلسة مجلس النواب لأنه حق جستوري أننا نمثل الشعب من داخل هذا المجلس وأي اعتراض يجب أن يكون في لجنة الاستجواب الجدية ونحن نحقق الاستجواب في الوزراء المعنيين والبعض أراد أن يعقل الجلسة ولكن غالبية النواب رأت أنه يجب أن تصر رسالة للجميع على المجلس منتعض مما يجري لأن الاتفاقات التي جرت السابقة بين الحكومة والمجلس تم نسفها وهذا أمر لا يمكن أن يمر من قبل المجلس النيابي اتفاقنا على أن لا تحقق هذه الجلسة في الجلسة المقبلة نمر الاستجوابين لوزير الطاقة والمالية إن الاستجواب قائم فما لي داعي انسحاب أنا هذا شيء من وجهة نظري ممكن بعض النواب لهم وجهة نظرهم ونحترمها ولهم كل التحذير والاحترام الحكومة كانت في قاعة المجلس تنتظر ماذا سوف يتمخذ عن هذا الاجتماع لعدم اكتمال النصاب رفع الجلسة نص ساعة وكان الوفد الحكومي كله متواجد وينتظر بدء الجلسة ولكن ما حدث أنه لم يكتمل النصاب ولم يعني اكتمال النصاب من حيث حضور الأصحاب السعادة نواب القاعة وبالتالي رفعت الجلسة الأسبوع المقبل حكومة ملتزمة التزام تام وفق الدستور بما يتطلب التعامل بشكل المطلوب في الإطار التشريعي والدستوري فيما يتعلق بجميع أعمال مجلس النواب جميع الماضي المدرجة اليوم على جدول الأعمال كنا نحن جاهزين لمناقشتها الاختلاف كان سيد الموقف والجلسة المقبلة ستكون فاصلة وستشهد استخدام السادة النواب لأدواتهم الدستورية الخلاف مازال مستمرا بين السادة النواب حول قرار رفع أسعار البنزين الحكومة كانت تنتظر داخل القاعة لبدء مناقشة جدول الأعمال الجلسة تم رفعها لعدم اكتمال النساط جهر عصفور بمركز الأخبار تلفزيون البحرية